المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار لجهة قلميم وادنون يصادق على مشروع ميزانيته التقديرية لسنة 2021 التي تقدر بـ 11.950.000 درهم بالنسبة للاستغلال وثمانية ملايين وثلاثمائة ألف درهم للاستثمار وخلال هذا الاجتماع الذي ترأسه لجهة قلميم وادنون عامل إقليم قلميم صادق المجلس الإداري للمركز أيضا على الميزانية التعذيرية لسنة 2020 وعلى برنامج العمل لسنة 2021 وعلى نقطة أخرى تتعلق باقتناء بقعة أرضية بيقلميم لبناء مقر للمركز وفي كلمة بالمناسبة أكد والجهة رئيس المجلس الإداري أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا تم القيام بعمل جبار من أجل استمرار بإنجاز العديد من المشاريع المهيكلة والمنشآت المدرجة ضمن البرنامج التنموي المندمج لجهة قلميم وادنون ومن بين هذه المشاريع منشآت كبرى في المجال التربوي كإحداث المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ومدينة المهن والكفاءات بيقلميم والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بي سي دي إفني والكليات المتعددة التخصصات بأسازاك ومعهد مهن البحر والصحراء بطنطان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر